موسيقى صباح الخير بفقرة عائلة دائما نحكي أن العائلة هي أجمل لنعم رح نحكي عن العودة إلى المدارس وتقريباً 2 مليون طالب وطالب إن شاء الله رح يتوجهوا الأسبوع القادم لأصفوفهم ومدارسهم ويمكن في كتير أهالي بعرف حبين يراجعوا النظام لحياتهم وأيضاً حياة أبنائهم لكن بنفس الوقت هي تعتبر فترة حساسة عند الأطفال مش بسهولة بتأقلموا لفكرة الصحوة بكير أنه في مدرسة في أطفال عندهم عقدة شوي من هاي المرحلة فإحنا كيف انهيئهم نفسياً طبعاً لأطفالنا وطلابنا يتوجهوا للمدارس بنفسية حلوة معنا الدكتور موسى مطارنة صباح الخير صباح الخير أهلاً سهلاً فيك استشاري نفسي وتربوي يعني أنا إذا بدأت ذكر عادةً نما هيك يقرب شهر 9-11 كنا نبدأ المدرسة على طول كانت تصيبني حالة نفسية كتير صعبة أنه بيكون عندي مغس بعرفش أنام كتير كنت أخاف من هاي الفترة وبعرف أنه في كتير طلاب برضو هيك وأهل بيستصعبوا كيف يحبب أولادهم بالعودة إلى المدرسة فشو أول إشي لازم نلعب علي بالعامل النفسي عند الأطفال أول إشي الصباح الخير وكل عام كل الوطن بخير بداية العام الدراسي دائماً مرحلة جديدة ومرحلة مهمة في حياة الأسرة كونهم بيكونوا يطلعوا من حالة استرخاء بيكونوا فيها الطلاب مش الأهل طبعاً ايه ايه هاي الأهل بتهم يرجعوا فبالعادي أنه دائماً بنخلق ما بنخلق حالة أو تهيئة صحيحة لهذه العودة بعد مرحلة من عدم الانتظام والفوضى عند الطفل ولذلك لابد بداية من الأسرة أنها تفكر في هذا الموضوع قبل موعد بدء الدوام العام الدراسي على الأسرة أنها تبدأ بالتهيئة للأطفال لدخولهم المدرسة بحيث أنه يبدوا بمحاولات التخفيف من السهر لأنه بالعادة بالمرحلة بالعطلة بصيروا يسهروا طول الليل وبصيروا بنهارنا يمين وبالتالي كل البيولوجيا تبعهم الساعة البيولوجية بدها وقت مرتبطة كلها والكيميا تبعهم كلها بصير مخلوطة في اللعب ومخلوطة بالله ومخلوطة بقضايا غير منتظمة لذلك لابد بداية من قبل فترة يعني كافي بتحديد من هذه الأشياء تقليل من الساعات السهر كافي يعني قدي عم نحكي عن أسبوع عم نحكي عن أسبوعين لا بده يعني هي بدها تبدأ قبل الأسبوعين على الأقل يعني مجرد ما بديت كمان أنت بالتحضيرات المدرسية يعني بدها تشتري للشنتي وبده يشتري ملابس وبده يشتري زي وبده بهذا الوقت بالذات هي تهيئة في نفس الوقت أنت بدك تبدأ على البرمجة للوقت والزمن اللي هذا الطفل بتعامل معه في اليوم فمن خلال هاي الإجراءات اللي الأسرة بتبدأ تشتغل عليها وبتبدأ الأسرة طبعا يعني في عامل مهم لا يمكن أنه أنا أكون النموذج وأطلب من الأطفال أو من الأبناء أنه يكونوا منظمين وينضبطوا ويناموا وأنا بعكس ذلك يعني بمعنى أنا الأب والأم بدنا نسهر له الصبح والولد بدو نام الساعة 10 شف قد هيك بكرهو بالنوم أما أنا لو رحت نمت معه وقرأت له قصة ورجعته أنه كل البيت صار جو نوم أكيد أسهل لقد بد أنه إحنا خلاص لازم كلنا ننضبطها لأنه حتى يتعلم مني ويبدأ يقلدني ويبدأ يتحامل يتفاعل مع الموضوع بشكل أكتر إيجابي لذلك لازم أنا بالبدايات أبدأ أحدد ساعات نومي وأقول إنه مثلا خلاص الساعة 10 رحنا لازم ننام لأنه بكرا لازم نصحبك كير عندما بالبدايات ممكن تخلقها نشطة يعني الصبح أنه أنت بدأك تعملهن ولما ما بكون في دوام مدرسي وتبدأ بهذا الشكل طبعا بالشكل التدريجي طبعا لازم نعرف أنه الأطفال بيقاوموا أنت أحكي لك يعني هلأ أكيد أنت مش بسهولة زي ما إحنا عم نحكي فيه رفضت لتكون يعني فيه كثير من الآباء القضايا السلوكية والقضايا لا يمكن أن أتيجي هيك بمرة واحدة طبعا فيه كثير من الآباء وكثير من الوربين بيقول لك كل طول الولد ما عم بيرد عم بيرند عم بيدقرة وهو مرة على مرة على مرة على مرة بيبدأ يتبرمج بيبدأ يتغير بعدين بدها هاي مع حوار معه بدها مع تحفيز مع حزم مع يعني بدك تأخذ كل الأعمال يعني اللي بورفو دينام بكير أش فيه ممكن أشياء نعملها شو اللي بتخليه يصهر يعني ما نصيح أو ما نعصب بس لنا لا لا ممنوع ممنوع شوفي التوتر والعصبية والصراق ممنوع لأنها هاي بتزيب تسوي ردة فعل أخرى يعني هاي بتزيد العند ما هو شو نعمل بتزيد التمركز على أول هذا وبالتالي بيبدأ عنده حرق لا الأصل إنه أنت تبدأ شو اللي بخليه يصهر هلا الطفل اللي عندك شو اللي دايما هو لما بيصهر بيصهر على إيش مبتأكيد أنت بتعرف شو بيصهر هاي يوقفها هلا إذا بيصهر على التلفزيون ولا على الألعاب ولا على النت ولا على هاي يبدأ أصحابها وبالتالي يحدد وقتها وبالتالي هو بيبدأ يمل وبيلقى حاله أنه النوم أحصل صح أبدأ يتخذ لكن دائما دائما حاول تعامل مع الطفل بالطريقة اللي يتخليه مقبل على العمل وليس بيحمل جواته ضده تبعية حتى أنا ما بدي أخلق حاله من العداء بينه وبين المدرسة يعني هو أنه هاي أنا ما بدي أبدأ أقوله لأنه بدنا نروح على المدرسة لا بدي أقوله لأنه أحنا فترة الاستراحة طبعا خلصت هلا بدت فترة للشغل والعمل وبالتالي لازم نغير صح وفي أهل يعني زي نوع من الشمات أنه يلا هلا رح تبدأ المدرسة وبتبطل تسهر زي في نوع من الارغام على فترة المدرسة أو الدوام فما نتعامل معهم بالعكس نحكي لهم نيالكم رح ترجعوا على المدرسة ممكن هاي الطريقة من الطرق بالضبط هو دايما تجنب تماما محاولات الاستفزاز بالضبط هاي استفزاز دايما افتح الآفاق الإيجابية يعني هلا المدرسة الطفل ما اكد منها موقف من أنه بده يصحاب أدريد ومن أنه بده هناك معالي ومدراسة ومتحانات هلا يفتح الآفاق الإيجابية اللي هو بحب أصحابه اللي رح يلتقي معهم بالمدرسة رح يلعب الرياضة رح يعم في عندهم حصص موسيقى نذكرهم بالأشياء الحلوة ايوة افتح عفاقوا بالأشياء الحلوة ذكروا بالأشياء الحلوة صاحبك فلان وصاله رح يشوفه رح يقعد معه رح تقضي معه وقت حلو رح ما بعرف إيش هلا خلي تغلب عنده أخليه يشوف الجانب الإيجابي صح هان ما شوفي التهيئة هي دورين هي بيقوم فيها اثنين هي الأسرة أولا ومعدين المدرسة صحيح هلا أنا أتكلم عن عمر معين أنا أتكلم هلا عن الأطفال لأنه الأطفال هدولة هم اللي أكتر الناس بتأثروا أكتر الناس دايما في حالة من الأعمال السهلة مع أنتم مش النضوج الكافي صح أنا دكتور كنا الصباح منحكي أنه ممكن هيك أشياء بسيطة تحبب الطلاب يعني نتذكر كيف كنا نحضر القرطسية شمتها جديدة لبسة جديدة إذا عملناها هيك بأجواء حلوة منحسسهم أنه فيه إشي جديد عم بيستناكم وإشي حلو هاي الأشياء البسيطة كتير بتأثر على نفسية الأطفال بيضابطة لما هو بيبدأ بده يختار المجلمي تابعه آه كنا ننبسط على الأشياء الأشياء هيك مميزة القرطسية تابعه لما بدهوا على السوق لشان ملابسه لشان كيف بده يظهر صح هاي كلها محفزات لأنه هو يقبل على المدرسة بشكل جيد بشكل في نوع من الجمال اثنين دائما احنا ندعم هذا الدافعية لأنه ترى هاي نقطة مهمة في التحصيل حتى بعدين لأنه إذا أنت تعاملت مع الطفل وهيأت تتايا صحيحة للمدرسة من خلال التحفيز ومن خلال المظر الإيجابية ومن خلال التفاعل معه من خلال راح تلقاه هو بيقبل على المدرسة بشكل آخر راح تلقاه بدرس راح تلقاه هو بيتم في كتابه راح تلقاه بيتم في دفتره علمه النظام علمه هلا لما بيشوف هاي الأشياء الجميلة راح لما بروح على المدرسة بروح بنفسية حلوة نفسية مفتوحة يعني تستوعب وتستقل كل هاي المتغيرات يعني أنت أكتر إشي هيك ذكرته عن جد لازم إحنا نطبعوا أنه ما نرغم أولادنا أنهم يناموا بكير وإحنا بالمقابل عم نسهر يعني نحسس الأولاد أنه إحنا زيكم أنه جول الأسرة هلا أو طريقة النوم وقت النوم بده يختلف بالعالية فكتير الأطفال بتقبلوا بسهولة أما الطفل لما يحس حاله نايم وبره عم بيكون فيه ناس وعم بيكون فيه أجواء صخب وسهر ما رح يكون مرتاح وما رح ينام أصلاً وهو أحياناً ما هو إحنا في الأسرة أو في البيت نخلق محفزات على الصقر بالضبط وبالتالي يجب أن ننهي هذه المحفزات الثانيين يجب أن يعرف الطفل ويحس بأنه إحنا متشاركين على الطفل لما بيحس أنه الأب والأم المدرسة ليس بس هو اللي بده هلما يتعاب ويصهر ويصحى الصباح والباقيين كلهم بيضلوا نايمين وما بعد لما بيحس أنه الأسرة كلها عم بتيتهية صح على أنه تصحى بكير وعلى أنه تجهز أشيائه وعلى أنه لما يطلع على الباص أو هذا الكل عم بفتر الكل هيك جو صباحي كثير صعب الدنب في الأسرة إلها أنه الطفل يجع حاله صحي والشغالة اللي بتطلعوا على الباب اللي قوم بتطلعوا على الباب خليه أعس بالعاطف والمحبة والإتمام يعني زي إحنا يعني كبار لما نطلع على الشغل نلاقي في ناس تانين نايمين من الدايا فالطفل نفس الإشي على قليل الأم بأول فترة أو الأب يصحوا معه يهيقوا هيك للباص للفتور للتحضير لوجبة الغداء أبيت ذا بتخليه حس في الدفء الأسري لأنه هذا الطفل بحاجة للحب والعنان في هاي الفترة لذلك دايماً عطيه أضفي عليه حالة من القدسة أنا بسميه إلا لهذا المهمة تقوص صباحية حلوة تكون بدبت لهذه المهمة اللي هو عم بيكون فيها لأنه بحس فيها بمتعة يمكن هي تكون حافظه لأنه روح على المدرسة لأنه إذا بفقتها بحس إنه فقد شغال أو أنا بعمل لك الفتور اللي بتحبه أو رح أعمل لك سندويش اللي بتحبها للفرصة يعني هاي الأشياء البسيطة يعني لازم دايماً الطفل يحس إنه الكل عم بيتفاعل معه وكل عم بيهتم فيه وكل عم بيقدم له حب حتى يستطيع هو إنه يحس بدافعية على حتى يحس بإنه هذه المهمة اللي بيكون فيها مهمة قال لي إذا يكونوا بصحى أبوي وصحى أمي وعم بيحضروا لي وعم بيطلعوا معي للباب وعم هاي القضايا مهمة كتير في التهية والتحفيز أما من ناحية البرمجة زي ما أتكلمتي إنه الساعة البلوجية أو أحنا بطبيعتنا إذا تعودنا على وقت صحيان معين ونوم معين راح لا إرادياً يصير صح لذلك إذا أنا بسبوعين صرت أنام بساعة معينة وأصعب بساعة معينة راح يصير لا إرادياً أنا أصعب هالساعة وأنام بها الساعة فما بصير في غلبي بالبدايات لما أي قضية في الدنيا في بداياتها دايماً صعبة لكن إذا أنا أصريت عليها وتحاملت معها بطولة نفس وبيصبر أتمنى من الأهالي إنه ما يتنرفزه بسرعة وما يعصبه بسرعة الحزم مطلوب فيه تسلوك لكن الحزم الحزم ممكن فيه لون بلغة الجسد الحزم ممكن بالحزم بسلوك يعني رد إنفعالي مو معين بتقسيمات الوجه إنه نكون حزمين بس مش بطريقة منفرة أو مش قصبية جدا بس مو بصوت مو بتطع بمقارنة أحياناً بجي بقول الشفت طيب هي ابن عمك كيف طاع بطلع هي أخوك كيف ما المقارنة مستفزة للإنسان وبالتالي ابعد عن المقارنة ابعد تماماً عن الضغط طيب الإجبار أو الغصب؟ الإجبار غير مقبول تماماً الإجبار لأنه حالة مؤقتة لها ردات فعل عكسية وبالتالي ما بتعطيني الجواء يعني تماماً هلأ أنا هدفي من إنه ابني يروح على المدرسة وهو سعيد ومبسوط ومرتع هلأ بالإجبار والعنف راح هو يروح على المدرسة بس لا مرتع ولا سعيد صح وبالتالي ممكن يهرب من المدرسة ممكن سوى مجاكل دار المدرسة وممكن ولذلك أنا ما وصلت له هدفي هي المشكلة دكتور صفة العنادة يعني كثير نسمع أصص هذا الجيل عنيد يعني بشكل عام واب واب مش سهل هي مصصبئية صبغة على الجيل لأنه إحنا ما عرفنا نتحامل معه لأنه شفي الطفل مفروض في خصائصه النمائي تعرف أنه قد ضعفه عشان تدخل منها أرد أشكرك أكيد دكتور موسى مطارنة من شاء الله رب تكون فترة حلوة وزي ما حكيت نستمتع فيها ما نحكى لهمها شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك